بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد نكم القراءة وشرح كتاب البرهان في علوم الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة وضعو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المصري القاهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين الباب الخامس والثمانين من الكتاب الخامس عشر كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرامها الحديث الثالث والستين بعد الثمانمائة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة يعني حرم مكة سيدنا إبراهيم يعني أظهر حرمتها ولم ينشئ حرمتها لأنها حرام منذ أن خلق الله السماوة والأرض لكن سيدنا إبراهيم أظهر حرمتها ليه لأنها اندسرت بعد طفان سيدنا نوح بعد الطفان اندسرت معالم البيت والكعبة وإيه بسبب انتشار المياه في كل الأرض فجاء سيدنا إبراهيم بعد سيدنا نوح فبين إيه موضع البيت الذي حرمه الله منذ خلق السماوة والأرض يبا سيدنا إبراهيم لم ينشئ التحريم لكن أظهر حرمتها التي زالت بعد الطفان لأن معالم المكان زال بعد الطفان فهم إن إبراهيم حرم مكة يبا أظهر حرمتها بعد إيه زوال معالم الحرم بسبب الطفان أيام سيدنا نوح ودعا لها وإذ قال إبراهيم ورب يجعل هذا إيه بلدا آمنا وارزق ألاهم من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر سيدنا إبراهيم عايز يخلي إيه المرزق مين المؤمن بس ربنا أوسع رب العالمين قال لأ ومن كفر أرزقه برده ويوم القيامة بحسبه واخد بالك إزاي يبقى ربنا رب العالمين زي ما بيرزق المؤمن عيرزق الكافر سيدنا إبراهيم بيقول له إيه وسع بس على إيه على المؤمنين بس طبه الكافر يضيع مش ربنا خلقه يأكله برده قاله ومن كفر فأمتعه قليلا ليه مدة الدنيا يخذ بالك وبعدين نبقى نحسبه في الآخر ودع لها وحرمت المدينة طب النبي بقى أنشأ حرمة المدينة يبقى النبي له أن ينشئ الأحكام ودي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينشئ الأحكام لكرمتي عند مولاه وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها اللي هو الكيل والوزن بتاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج أبي أبو طلحة يردفني وراءه أبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك كويس فأبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم ده أبو طلحة الأنصاري النبي بيقول له إيه شوف لي غلام يخدمني فلا أما فيش أحسن من إن إيه ربيبه اللي هو أنس بن مالك هو دا اللي يبعثه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه كويس فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه كان عنده عشر سنين سيد فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكبر يكثر فكنت أسمعه يكثر صلى الله فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال الهم اللي هو إيه اللي هو الخوف من شيء محظور يقع في المستقبل يبقى مهموم يعني يبقى واحد كده ربنا ما عفيف بدنه لكن قاعد مهموم لحسن يجلو سرطان هو ما عنده سرطان يبقى الهم خوف محظور في المستقبل فقيمت بقى إزاي لكن الحزن اللي هو إيه اللي هو الحزن الذي يكونه مع الشيء المقيم الحاصل الإنسان ما تجيله مصيبة حصلة الوقتي يبقى اسمه إيه حزن أو حزن كويس لكن الهم إنه يبقى معافى بس خايف الحسن العافية تزول في المستقبل فقيمت بقى فالنبي كان يستعيد من هذا والعجز والكسل إيه هو العجز العجز إن الإنسان يبقى عاجز في بدنه يمنعه من الحركة تمنعه من النظر يمنعه من السمع يفقد حواسه يفقد قدرته على الحركة اسمه عاجز طب والكسل عجز نفسي يبقى سليم البدن لكنه مش قادر يوحه يشتغل مش عايز يخرج من بيته تفهمت ده يسموه كسل يبقى الكسل والعجز النفسي زي في بعض المرضى النفسيين كده تفهمت مش عارف يخرج من بيته حاسس إنه مكبل مع إنه هو أعضاءه سليمة ده اسمه الكسل لكن العجز يبقى عاجز حسا والتاني عاجز معنا تفهمت بقى ازاي وأعود بك من العجز والكسل والبخل والجبن البخل اللي هو ايه عدم النفقة في الوجوه المطلوبة يبخل والجبن اللي هو ايه ضد الشجاعة يبقى البخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة وضلع الدين إن الدين يضلعك يعني يعجزك عن أدائك تكسر ديونك فتعجز عن إنك أنت تسددها يسموه فلس أفلس وضلع الدين وغلبت الرجال إن ربنا يسلط عليك بعض الناس يتعبوك في حياتك وفي عملك وفي شغلك ولا تستطيع إنك أنت تقاومهم يغلبوك يسموه قهر الرجال تقيمت؟ إذ ربنا ينجينا زي ما عاملة أمريكا في الناس كده واخد بالك إزاي وعملة كده في الحكام بتقاهرهم من خلال إيه؟ قوتها ومن خلال تهددها ومن خلال التضييق عليهم على مستوى المعاهدات الدولية وغير ذلك فكل ده يسمو قهر الرجال تفهم؟ فقهر الرجال موجود إيه؟ في الدول الكبرى مع الدول الصغرى على مستوى الحكام وعلى مستوى الناس كل واحد بقى إيه؟ ليجار مثلا آآ يعني بيؤذيه وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتخلص من إزائه بسبب سلطته بسبب قهره بسبب أي شيء يسمو قهره يبقى على المستوى الخاص وعلى المستوى العام فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر فرل يخدم النبي لحد إيه؟ ما كانت سنة سبعة في خيبر سبعة من الهجرة يعني وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها لأنه اختارها من إيه؟ اصطفاها من السبي وتزوجها لأنها كان بنت سيد قومها وكان النبي ليس ملك لما كان يهزم ناس كان يعز إيه؟ يعز أعزائهم مش يزل إيه أعزائهم كالملوك لا كالنبي فرح تزوجها ستنا صفية واصطفاها من السبي وكان إيه؟ وكان مهرها إيه؟ إيه؟ عتقها وسميت صفية لأنه اصطفاها من السبي وأقبل بصفية بنت حيي وحيي ده كان إيه؟ زعيم قومه قد حازها فكانت فكنت أراه صلى الله عليه وسلم يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه يعني كان يجلسها خلفه على الجمل وفي نفس الوقت يجيب الكساء يعملوا حواليه كده عشان يسترها يحوي إيه؟ عشان يسترها أثناء المشي فلا يظهر منها شيء صلى الله عليه وسلم يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء ده موضع بين إيه؟ بين المدينة وخيبر صنع حيسا في نطع الحيس اللي هو إيه؟ يجيبوا التمر يفصصوه ويطلعوا بينه النوى كويس؟ وبعدين إيه؟ يدقوه يدقوه كده بحيس يبقى فتفيت ويحطوا عليه شوية لبن كويس؟ وأحيانا يحطوا عليه شوية سويق عيش كمان وبعدين إيه؟ يجنوه كده مع بعضه ويتاكل اللي احنا نسميه الوقتي إيه؟ الرئيش بعجوة بسكو مصر اللي هو بتاع البسكوتة بعجوة ده عارفوا؟ هو ده الحيس بتاع الزمان ده كان زمان بقى يعملوا ايه؟ من غير ما يوضبوه بقى قطع قطع يحطوه بقى في الطبق كده وإنت تاخد منه ايه؟ تاكله كده بسوابعك الوقتي بقاهم يغلفوه ويوضبوه ونعملوا الحاجات اللي حلوة ده هو ده الحيس برده تتعلمت إزاي؟ حتى إذا كنا بالصابق صنع حيسا في نطع نطع يعني ايه؟ مفارش على الأرض كده مفرش على الأرض يفرشوه عشان يحطوا الأكل النس تأكل عليه يسموه نطع النطع دي يعني فراش على الأرض ما يقولوش قيمة لأنه مجرد أن نس تخلص أكله يلموه ويرموه عشان كده المصريين ما ييجي يسش موحد يقولو ايه؟ يا نطع يعني لا قيمة لك يعني إنسان لا قيمة له يبقى كلمة نطع دي الشيتيمة المصرية دي فصيحة هي؟ فصيحة بس تستعملها مع الإنسان لكن أنا بقولك إنها من حيث اللغة هي ايه؟ مستعملة إلى الآن بس المصريين يقولك ايه؟ نطع نطع يعني ايه؟ يعني لا قيمة له يدس بالأقدام فهمت؟ وإذا ما يصحش أنك تعمل كده مع أخيك المسلم وغير المسلم في أخيك في الإنسانية في المهم صنع حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها يعني دي وليمة العرس النبي عمل وليمة عرس وإيه؟ وعزم الناس وأكلهم إيه؟ هذا الحيث ثم أقبل حتى إذا بد له أحد لما وصلوا بقى وقربوا شفوا أحد من بعيد قال هذا جبل يحبنا ونحبه يعني النبي كان يحب المدينة صلى الله عليه وسلم أول ما يشوف كده أصار يحبها هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم حديث أنس عن عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا اللي هو بين جبل إيه؟ عاثر أو عائر إلى ثور لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين زي ما عملوا إيه بني أمية واستحلوا المدينة في الحرة وأخي بقى لك إزاي؟ وكذلك في العصر الحديث الوهابية استحلوا المدينة ودخلوا وقتلوا أهلها على أنهم مشركين وأخي بقى ثم نشروا مذهبهم الوهابي لما تقرأ في تاريخ نجل إزاي انتشر المذهب الوهابي من 200 سنة استحلوا المدينة ومكة ودخلوا قتلوا الناس حتى قتلوا مفتي مكة وأخي بقى ويأسروا النساء الحرائر على أنهم يبقوا جواري وهم أحرار على أنهم كانوا كفار وهم مسلمين عملوا كده الوهابية يبقى الوهابية في العصر الحديث والأمويين في العصر القديم دول إيه؟ أحدثوا فيها حدثا شديدا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مش أنا اللي بقول النبي اللي بيقول يعني كنا بنقول عليهم أخبية أخف شوي يعني إحنا حتى بنقول لهم بنطلق عليهم غباوة يعني وصفنا أخف من حكم الشرع فيهم لأنه دول عملوا عمايل رهيبة لو تقرأ في تاريخ نجد كانوا يقتلوا المسلمين قتل الكفار وأشد واخد بقى ربنا ينجينا قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ما جعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة البركة يعني بركة المعيشة وبركة الآخرة كمان سواب الآخرة لأن البركة تكون متعلقة بأمور الدنيا وبأمور الآخرة السواب يعني وبالتالي ممكن نستنتج من هذا الحديث أن الصلاة في مسجد النبي بعد دعوة النبي كانت قبل دعوة النبي تساوي ألف فيما سواه والمسجد الحرام مئة ألف بعد دعوة النبي بقت ضعفي ما في مكة بقت مئتين ألف في الألف الأولانية بقت بمئتين مليون الصلاة في مسجد النبي شفت قد إيه من الحديث ده يبقى الصلاة في مسجد النبي أعلى درجة ثوابا من المسجد الحرام اللي هو فيه مئة ألف ليه لأنه هو ده كان حكمه أولا أن المسجد النبي بألف صلاة في مسواه المسجد الحرام بإيه بمئة ألف في مسواه جاء النبي دعا اللهم اجعل في إيه في المدينة دعا فيما في مكة من البركة يبقى بعد كده يبقى الصلاة في مسجد النبي فائت من مسجد إيه المسجد الحرام حيثما وجد النبي وجدت الجنة اعرف كده كويس فكون النبي هناك تبقى هي الجنة وعشان كده المدينة كل ايهة معظمة من الجنة جبل احد قال جبل من الجنة ودي العقيق اللي هو قال ودي من الجنة واخد بالك ازاي وقال بين قبري ومنبري روضة من روضة الجنة ومكة كلها فيها من الجنة ايه الحجر الاسود بس ما فيهش اللي الحجر الاسود بس والباقى مش من الجنة يبقى المدينة افضل ولا مش افضل افضل للي يفهم من اللي بيفهم اهل السنة والجماعة ومن اللي مش فاهم الاغبية اياهم اللي انت عارفه وعنه بيه قال حديثه علي رضي الله عنه وكرم الله وعليه السلام خطب على منبر من اجر من اجر يعني من طوب ايه اه تعرض للنار يعني خطب على منبر من اجر وعليه سيف فيه صحيفة كان في الكوفة معلقة يعني سيف النبي سيف سيدنا علي كان ايه كان الغمد بتاعه معلق فيه ورقة كده صحيفة لففها فقال والله ما عندنا يعني معاشر اهل البيت ما عندنا من كتاب يقرأ الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فاذا فيها اسنان الابل يعني ايه اعمار الابل المتفاوتة في دية قتل العمد وقتل القطأ وكذلك في الزكاة فكان كتبها سيدنا علي عشان ما انساهاش فيها اسنان الابل واذا فيها المدينة حرم من عير الى كذا اللي هو ايه اللي هو ثور فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يعني لا فرد ولا نفلة مش مقبول منه الايه فرد ولا نفل ما هو الحدث اي حدث مخالف للشرع الشريف يعني ايه يعني لم يرعي حرمتها فهمت اي حدث لا يرعي فيها حرمة ومن يرد فيه بقى الحدن بظلم نذقه من عذاب قليم في مكة والمدينة بقت اشد فهمت ازاي يبقى لا يقبل الله منه ايه صرفا ولا عدلا يعني لا فردا ولا نفلا واذا فيه ذمة المسلمين واحدة يعني امانهم واحد لما اقول فلندا في اماني وانا مسلم لازم كل المسلمين يحترموا اماني ولو كان هذا الانسان امرأة او رجل او حر او عبد او صغير او كبير ذمة المسلمين واحدة فهمت ازاي يعني حرمتهم واحدة يسعى بها ادناهم يعني يعني كل الناس ايه تحافظ عليها اياك ان تخفر مسلم في ذمته فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فيه ناس يخشوا على المسلمين في بيوتهم يبقى الراجل قاعد في بيته المفروض بيحمي مراته وولاده يقوم ايه يأذي مراته وولاده قدامه ويقبض عليه وياخده للسجن مش بتحصل حاجات زي ايه دي او ده اخفره في زمتي انت مطلوب انك تقبض عليه مش مطلوب انك انت تضرب ولاده ولا تضربه ولا تكسر بيته انت مطلوب تخبط عليه كده اما يفتح الباب تعال احنا عايزينك في ايه في البوليس لكن ما بيعملوش كده ده بيجي مش يخبط يكسر الباب وبعدين يخش يروح مقطع المش عارف ايه وكسر ايه ومخوف الاطفال ومخلف اللتاع وياخده بهدومه اللي لابسها لو كان بغياره الدخلي ياخده بغياره الدخلي شغل انتقام هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لانه اخفره المسلم في زمته فهمت بقى ازينا اخد بالنا من الحاجات دي لانها بتحصل في بلادنا وفي بلاد غير المسلمين في بلاد في بلاد العرب لما يكون واحد وقع عليه حكم ولا حاجة عشان يقبضوا عليه بيهنوا اهانا مفيش بعد كده لا انت عليك تحوله للقضاء انت مسئوليتك انك انت تاخده وصله للقضاء بس مش مسئوليتك وانت بتاخده انك تأزيه او تضربه او تخوف ولاده او تكسر بيته او تعمل حاجات دي كلها وإلا يبقى ليه نصيب في هذا الحديث فعليه ايه لعنت الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه ايه صرفا ولا عدلة يروح يعمل حج مش مقبول يصلي مش مقبول صلاته يسبح مش مقبول صلاته قاعد بيعك في الناس طالما بيعك في الناس ربنا يمسح له كل عماله مش هيخد منك حاجة ولا اسيب لك حاجة فناخد بالنا من الحاجات دي كذلك ايه كل حاكم ظالم وكل والي ظالم وكل اب ظالم مع ام مع زوجته يقوم يضربها قدام ولادها ويأزيها قدام ولادها وهو المفروض يحميها لا يأزيها ويدربها عام الراجل طب لا يقبل منه صرفا ولا عدل فهمت بقى ازاي انت بينك وبينها حاجة من الاتنين يتعيش معها بالحلال والطيب يا اما تطلع وتمشي مش مطلوب منك انك تضربها او تعذبها او تهنها او تشتم يعيش بالمعروف يفرق بالمعروف بس وخلاص هو ده المطلوب انما تعمل كده تخش في الحديث يبقى الحديث ده في منتهى الخطورة اخدوا بالكم الحديث ده في منتهى الخطورة واذا فيها من والى قوما بغير اذن مواليه يروح يوالي ايه اعداء الاسلام والمسلمين وينصرهم ويناصرهم ويتنازل عن دينه واخد بالك وينشر افكارهم في بلاد المسلمين زي كثير من المفكرين ينشر افكار الغرب ويولوهم في افكارهم ويناقض احكام الاسلام والمسلمين كل دول عليهم يروح نفسهم بالحديث ده ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول السلام ما بين لابتيا حرام يعني بقول لو رأيت الضباء زي نوع من الغزلان لحم جميل الناس تحب تستروا وتاكلوا يقول انا بقى لو لقيت الضباء مشي في المدينة كده ما قربها لغاش ليه لحرمة صيدها لان المدينة حرام فهمتوا بقى ازاي لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها يعني ما نفرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام ونقف انده هذا الحد نكمل غدا ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة